ايه اكتر مسلسل تابعته من اول رمضان؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحيتنا على فيسبوك سألنا حضراتكم وجاوبتم على السؤال ده وخلونا نستعرض شوية من اجابتكم ونبتدي باستاذ محمد فؤاد اللي بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين الحقيقة الشركة المتحدة عاملة مجهود ضخم جدا واكتر مسلسل تابعته الكتيبة 101 والصفارة وجميلة وضرب نار يعني منقى برضو مسلسلات من الاخر طيب فيه الاستاذ علاء هارونة بيقول صباح الخير احمد وبسنت اكتر مسلسل الكبير قوي رمضان كريم وكمان بتابع جعفر العمدة كل سنة وانتم طيبين واسرة برنامج صباح الخير بألف خير استاذة نرمين هشام كمان بتقول صباح الخير يا احمد وبسنت كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتسي طيبة رمضان كريم عليك وينعاد عليك بالأيام وينعاد عليك بالخير يا رب المسلسلات اللي امتبعها في رمضان هي الكبير والكتيبة 101 ورسالة الامام وصباح الفل عليك فيه عبد الحكيم فهيم الحايس بيقول صباح الخير يا مصر الصباح الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين رمضان كريم جميل قوي مسلسلات رمضان واكتر مسلسل بحبه هو كتيبة 101 حاجة مشرفة وعظمة العظمة يعني كمان استاذ عبير بتقول ان هي بتحب تتابع البرامج يمكن اكتر من المسلسلات وانكن برنامجها المفضل هو صباح الخير يا مصر احنا بنشكرك يا أستاذ عبير ويعني مبسوطين ان انت بتتبعينا مصر انا متفق معاك يا أستاذ عبير يعني انا برضو بحب البرنامج ده بصراحة يعني ومن اكتر الامل الحلوة في رمضان حقيق نشهد يا نفسنا بقى شوي حقيق طيب فيه علاء عبدين بيقول انا مش عارف اتابع ايه ولا ايه من كتر المسلسلات رمضان كريم وكل عام انتم بخير يعني نتمنى نكون الدنات كده يعني فكرة عن المسلسلات وعن ايه الحلو فيها وانت بقى تشوف اللي انت حابه لو حاببت تشوف اكشن او تاريخ او كوميدي احنا قلنا لك كابسولة كده تلخيص فيه كمان أستاذة ميار بتقول بتصبح علينا بنصبح عليك يا أستاذة ميار وكل سنة وانتي طيبة مسلسل كتيبة 101 طبعا انا عجبني ان الناس كتيرة بتقول على المسلسل الحلوة انا هتفرج ليه انا عجبني ان بقى في عندنا في الزوء العام في مصر فكرة ان عندنا مسلسل ديني والناس كلها بتجتمع عليهم ويقولون انه حلو وليه نسب مشاهدة عالية جدا وهو رسالة الامام برضو ايضا مسلسل بنتكلم على من المسلسلات اللي بتجسد بطولات الجيش المصري وبرضو ليه نسبة مشاهدة والناس بتتفرج عليها عشان كان زمان الدراما زمان كان بتتكلم وهنا كان بنتكلم بقى يعني ما قبل دخول الشركة المتحدة في الدراما وتنظيم الشكل ده بقى تحديدا كان زمان كل الناس كان بتروح للحاجة السهلة فكرة اللي انا اجيب واحد بلطاجي هو ده الاسطورة اللي موجودة اللي الناس كلها بتلتف حواليه وخلاص ويبقى هو ده المثل او القيمة بتاعتك اللي بقت موجودة في المجتمع لانهارده انت عندك ده وده والناس بتتفرج وبتابع يمكن ده بيأكد كمان اللي احنا يمكن كنا تكلمنا فيه انه فيه تنوى النهارده قادرين نشوف وجبة مختلفة وزي ما تكلمنا انه النهارده فيه التاريخي وفيه الاكشن وفيه الكوميدي وفيه الوطني وفيه وعي بقى عند المشاهد النهارده زي ما انت قلت بتشكلي بتعملي حالة تشكيل الوجدان حالة حقيقية فكرة اللي انا بديلك حاجات من الواقع اللي بيحصل اللي احنا عايشين فيه مش انا مغيب على ارض الواقع او لو فيه حاجة كانت دخيلة او عارضة موجودة في وقت من الاوقات مش هي دي مصر ومش هم دول المصريين اللي طول حياتهم يعني معروفين بالجدعانة والقيم والمثل والمبادئ والعادات والتقاليد اللي دايما احنا محافظين عليها وهنظل نحافظ عليها مهما حصل من متغيرات خلينا برضو على نفس السياق اللي احنا بنقوله فيه رومي محمد بيقول التمثليات قصتها بتكون طويلة وعاوزة نفس طويل ماليش فيها اما الافلام فقصتها يعني بتتفضف قاعدة وخلاص انا بيتهيألي اختراع التمثليات زي شهرزات لقيت شهريار ومشاري يعني مسلسلة هو فيما معناه هو بيكلم بس اشان كده في بعض المسلسلات عشر حلقات خمستاشر حلقة عمنا مسلسلين في المتحدة اللي لم يكن اكتر منهم مسلسل اعتقد احمد السقه ده لسه هيتعرض ومسلسل دنيا سامير غين خمستاشر حلقة وفيها نوع من انواع الاقاع السريع اللي بيتماشى مع المتغيرات اللي موجودة دلوقت طلبك عندنا يعني استاذ كحلاوي فاتحي محمد بيقول بيصبح علينا من قصيوت صباح الفل عليك احلى رمضان عشرين تلاتة وعشرين يا رب بكل الايام تبقى احلى من بعض مسلسل كتيبة مية واحد وقبل ما اروح الشغل لازم اشوف صباح الخير يا مصر احلى برنامج احنا بنصبح عليك ومتمنى لك يوم جميل النهار ده في شغلك ويعني رمضان السنة دي بقى جميل كده زي ما انت بتقول وكل يوم يبقى احلى باليوم العامة بصي انا فيه تعليق هو ممكن تسمحيني اللي هو يبقى اخر تعليق طيب لان الاستاذ ميدو محمد ميدو محمد عارفة اسمه يعني رباعي تقريبا حطه يعني طيب سود ميدو بيقول مفيش ولا مسلسل يستحق المشاهد عارفة يعني نظرة تشاؤمية على السود يعني هل استألك يا سود ميدو هل حضرتك تابعت ولا مثلا بتفضل ان انت تكون شهر رمضان بالنسبة لك هو شهر عمل وشهر عبادة تحديدا وانا هتطفق معاك مية في المية بس بما انك بتتكلم اللي هو شهر عبادة خد بقى كده معاك مسلسل رسالة الامام مالوش علاقة خالص باي حاجة من انواع الدراما قصة تاريخية ويمكن طبعا الامام الشافعي اللي كلنا بنعتز به بتعرف ايه قصته خدوا جنب كده الاعمال الدينية اللي انت بتعمل قلنا يعني ايه السبب انك شايف كده على كل حال ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك وليسا مكملين معاكم يمكن استعراض اجابتكم